يتمدد الفقر في العراق كلما تمدد اختبوط الفساد في أروقة الحكم ومفاصل الدولة ويزيد الفقراء فقرا كلما امتلأت خزائن الفاسدين بأموال الشعب أعدد كبير من أطفال محافظة النجف الذين ترزح أسرهم تحت خط الفقر بعد تسربهم من التعليم اتجهوا للعمل في غسل القبور وإعمار ما تهدم منها وبيع البخور والماء وماء الورد لزوار هذه المقابر والله ما أعدني جهالي قاعدين لا شغل ولا عمل لا مدرسة لا شيء ما أعدني أجهزهم للمدرسة يردون مني كتب يردون مني كله مشترش إقلامة جنب ملابس أحضية كل شيء ما أعدني جاعدني هنا أنا يوهم نبيع حد بايد نشتهر خمس مئن نبيع حفلي قال هذا ما أعدني ظاهرة عمالة الأطفال في النجف تعكس قدرا كبيرا من الإهمال الحكومي وعدم قيام المسؤولين بمسؤولياتهم إزاء المواطنين الذين يواجهون ظروفا اقتصادية بالغة السوء دفعتهم إلى التضحية بمستقبل أولادهم هذا في الظاهرة غير صحيحة ديش لين يمتهنوها في الناس يعني أطفال هذول لا مستقبل لا تعليم لا ضمان صحي يعني وهذا طبعا يرجع لعدة أسباب السبب الأول هو إهمال الدولة وواجباتها تجاه المواطن العادي وبقدر ما تكشف الظاهرة من إهمال الحكومة وفسادها فإنها تدق نقوس الخطر إزاء ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من انتهاكات جسدية نفسية جتماعية من أهم المخاطر النفسية والاجتماعية التي يعانيها الأطفال الذين يقع عليهم اضطهاد العمالة واستخدامهم هو أولا يعني فقدان حق التعليم فقدان حق الانتماء الأسري فقدان الرعاية الاجتماعية الصحيحة فقدان الجو العاطفي الآمن الأطفال بمعرض تعرضهم أثناء العمالة إلى مجموعة من الانتهاكات الجسدية الانتهاكات النفسية الانتهاكات الذهنية هي أزمة متفاقمة تضاف إلى سجل الأزمات التي صنعها السياسيون منذ الغزو الأمريكي للعراق أزمة لا تضرب فقط حاضر العراق بل تضرب مستقبله كذلك